اشتركوا في القناة اشتركوا في السعودية في المنطقة الشرقية بعدين كملت دراسي في جامعة هورفرد في بوستن رجعت دبي انتجت فيلم وثائقي عن السعودية واشتغلت ثلاث سنوات ونصف في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بعدين قررت اني اركز على مجال الفن اللي هو كان تركيزي في الجامعة الدراسات النظرية وبيئية يعني الفنون بشكل عام فكملت ماستر في معهد ساذبيز في لندن وركزت على ادارة اعمال في الفنون من بعدها بديت تأسيس بنفس جيل او بنفس جيل فبالنسبة لي يعني طريقة العمل والتعاون وتبادل الافكار والالهام مهم قد ما يكون المنتج النهائي او العمل الفني مهم والمقتنين اساعدهم في اقتناء الاعمال الفنية وعندنا مشاريع دايما يكون فيها جهة خيرية او يكون فيها نوع من العمل ليساعد المجتمع اول ما بديت في جامعة هارفورد كان ابوي حاب اني ادرس شيء لاه دخل بالاقتصاد فكنت كلما اروح الكلاس انام وبعدين اخذت كلاس اناميشن لقيت نفسي قاعدة في مكان قاعدة تفرج كارتونات ووزعوا علينا بسكتز يعني وكوكيز وكذا فقلت خلاص قررت يعني مية بالمية هذا الشي اللي انا حركز عليه فلما قلت للوالد قال لي انا ارسلتك امريكا عشان تدرسي كارتونات فموضوع ما كان سهل يعني بس مع الاقناع ورجعت السعودية بالصيف وصورته فلما شاف نفسه على الكاميرا تحمس شوي قال انا بنتي منتجة ومخرجة وكذا وصراحة انا عجبني الفن بشكل عامي يعني تاريخ الفن كيف الواحد لما يشوف العمل الفني يدله على الفترة تاريخية معينة او في تاريخ مجتمع زي المثلا التغييرات والاشياء اللي قاعدين نشوفها بيومنا هذا بالخليج او بالعالم العربي بشكل عام فتوسعت يعني بديت بانتاج الافلام بعد كذا دعمت افلام ثانية واشتغلت مؤسسة خيرية كانت تركيزي يعني على تبادل التفاهم بين الحضارات يعني القسم اللي كنت ماسكيته في المؤسسة كان يركز على الشي هذا واكثر مشروع الهمني او اكبر مشروع اشتغلت عليه كان دعم افتتاح صالة الفنون الاسلامية في متحف اللوف في باريس فهذا كان على يعني مستوى اكبر شوي انه كيف الحضارة الاسلامية كانت وكيف صارت وانه في عندنا ثقافة وكنون بالنسبة لي يعني الشي اللي همني استخدام الفن كوسيلة للتواصل بين الشعوب وتفاهم اوقات ممكن العمل البصري او الحس الفني يوصل فكرة اكثر من الكلام والله أنا استمتع يعني بالشغلة اللي اسويها المسيرة يعني استمتع فيها والهدف اللي حابة اوصل له ان شاء الله بوصل له بس كل يوم بيوم يعني اكون اشتغل على مشاريع تعجبني يكون استمتع لما اشوف شخص مثلا حاب انه يقتني اعمال فنية وعنده فكرة معينة بس مفاهم او ما عنده الخلفية اللازمة بس في شي حاب يعني يسوي لانه شعور الشخص لما يشتري عمل فني او حتى ينتج عمل فني شعور مرة حلو يعني فاحب اني اشارك الناس في الشي هذا المجالات مفتوحة والفرص كثيرة والعالم اللي حولك عادة يكون نتيجة الشي اللي في بالك فانت حطي في بالك شي معين وتفاعلي مع العالم حولينك ورح تجدين انه العالم من حولك يعني تحول اشوف الحماس زاد والخيارات زادت والسفر زاد الاختلاط مع الشعوب الثانية فالمرأة الخليجية هي مرأة يعني بنظرة عالمية دولية ما في شي حادة خليجنا واحد يعني عادة الفني جمعنا كلنا فاشوف انه الاعمال الشغل التعاوني شي جميل والنتائج تكون مبهرة فاتمنى انه المرأة الخليجية خصوصا المبدعة تكمل في انتاجها وتفكيرها وبدون حدود يعني اكيد قدرت we can do it اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة